ورجعنا لكم تاني وفقرة مختلفة جدا 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 وتهم كل طفل قبل ما ابدأ بس عايزة اقول ان النهاردة عندنا خبر حلو جدا لكل اهل دومياط النهاردة كان فيه افتتاح لسلسلة محلات المعلم اسامة لبن فرع دومياط القديمة في العنانية دي منطقة في دومياط النهاردة الخميس 15 عشرة وبمناسبة الافتتاح فيه عروض وفيه اوفرز حلوة جدا 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 متقدمة لكل اللي بيتفرجوا علينا وهو ان سعر كيلو اللحمة البلدي سواء كانت جاموسي او بقري تزبح اليوم حاجة طازة بمية جنيه وطبعا احنا مبسوطين ان احنا بنقولك التهنئة دي يا حاجة اسامة وان شاء الله يكون ده بداية لسلسلة فروعة كبيرة وطبعا اصلت برنامج حكاية نجاح بتهنيك ويا رب دايما دايما في تقدم الكورونا دخلين المدرسة وعندنا ازمة مش هنعرف نحمي ولادنا ازاي انا من الناس اللي ولادي لا يمكن ياخدوا الكحول معهم المدرسة مستحيل افضل كل شوية يقولهم رشو الموضوع صعب جدا فمعنا دكتور مبتكر قاعد يفكر ويقول طب انا لو ولادي عايز احميهم وفي نفس الوقت يكونوا مبسوطين ويروحوا المدرسة وهما واخدين معهم حاجة كده في شنطتهم لذيذة وكيوتا وكل شوية يفتحوها هما من نفسهم يحطوا منها في ايديهم فكر يعمل لنا منتج مختلف هاندجل بشكل مختلف بريحة مختلفة مناسبة جدا للاطفال وامنة جدا 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 هتشوفوا دلوقتي المنتجات شكلها ايه وانا هاخد منها طبعا لولادي الشكلها حلوة ومبهجة جدا يمكن انا اتفجئت بيها وانت داخل معينا النهاردة دكتور محب الألفي صاحب شركة كيورا لمستحضرات التجميل عامل ايه دكتور الحمد لله الفكرة ده هي الفكرة جات لي انا عندي مجموعة سادات زغيرة في اسكندرية الفكرة دي كانت جات لي في يناير 2018 تقريبا ايه دي بقالها فترة طويلة بس من قبل الكورونا اصلا اه لا ده من زمان اوكي طبعا الفكرة كلها اللي انا كنت بشوف السبلايرز بتاعت الاطفال هما الراحين للمدارس ما كانش فيه حاجة مميزة في الهاند جيل ان هما للاطفال يسترمون شكل وسخيف شبه القحل بالزبط 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 ما فيش حاجة مميزة للاطفال بالزبط الفكرة جات لي اللي انا اشتغل على شكين الشك الاول شك الجمالي بالنسبة الطفل لما يشوف حاجة يبقى هو عايزها يشبط فيها بالبلغ دي كده بالزبط كده هو يحب ان هو يستخدمها دي اول حاجة تاني حاجة الكواليتي بتاعت المادة اللي هي ايه المستخدمة في الهاند جيل وقاية طبعا بالزبط كده فاول حاجة فكرت فيها اللي انا اعمل الجراب اللي هو السيليكون دوت استنى استنى تعال دي كده برضو ايه ده ايه ده ايه العسل ده ده انت حتتلوم كمان شخصيات الكرتون اللي هم حبينها ده شكل واحد ده فيه كمان اشكال تانية اه فيه شكل تاني ولسه في البرودوكس الجديدة هتنزل فيها اشكال تانية كمان حلوة اوي 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 فكرة مبتكرة ممكن تكون مش عظيمة ولا فضيعة ولا مكلفانة كتير بس فكرة بالزبط كده تشد الاطفال وهم راحين للمدرسة حلوة حلوة ده ايه بس استنى عشان انا بحاول استوعب ده ايه ده جراب ده عبر عن جراب زي هولدر للإزازة نفسها ده ممكن يتعلق على الشنطة المدرسة ممكن في المعلمة في المدالية بتاعتي انا كماما عشان احنا بقى دلوقتي عندنا هسس يعني اول محد يعتص ولا لو سلم على حد فعلا ما دور في الشنطة لا هي كمان ميزة الهولدر انه هو سهل الاستخدام يعني هو ببقى متعلق ما فيه شغل حاجة تفتحي وتستخدميه على طول وتفلي مش محتاج حاجة تدوري في الشنطة تدوري عليه لعبونتها لسهولة والاستخدام ده رائع جدا 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 طيب معلش امان في الكورونا اه هنا بقى بتشك التاني اللي انا عايز اتكلم فيه الكواليتي بتاعت المادة المستخدمة طبعا المادة الفعال اللي هي تشتغل في الكورونا هي الالكول 70% تمام لازم 70 لازم 70% تسعين خمسة وتسعين مأقول بكده خير وبرك صح هي الاحسن تركيز لي اللي هو الالكول بيبقى إسانول إصائي الالكول 70% 70% بزرق تمام الزيادة بقى اللي انا عملتها في البرودكت هو احنا ممكن نستخدم إصائي الالكول 70% بس كميته قد ايه في المنتج بمعنى مثلا لو احنا عندنا الهنجل 100 ملي تمام احنا مستخدم إصائي الالكول قد ايه في الميت ملي في الكمية دي كلها بنستخدم قد ايه ممكن نستخدم 5% 10% 20% أحسن تأثير اللي هو 70% اللي هي اسمها volume per volume يعني يعني بالروح في حاجتين 70% مش حاجة واحدة بزرق أول حاجة إن أنا يكون محطوط هناك حل تركيزه 70% بزرق بزرق دي أول حاجة بس ممكن يكون كميته مش 70% من المنتج لا ممكن تبقى كمية صغيرة لكن أحسن تأثير يدي كوقاية للكورونا هو اللي هو 70% اسمه volume per volume ده 70% 70% بالزبط كده مرخص طبعا ترخيص وزارة الصحة ترخيص صادر في 2019 تمام آمن للأطفال تركيبة مراقبة طبعا من وزارة الصحة ماش أي مشكلة آمن للأطفال موجود في صيدليات موجود في الصيدليات إحنا يعني بدنا التوزيع من شهر تقريبا ولسه إن شاء الله هنبتدي توزيع الفترة ولو أنا مش لقيه باتواصل على الأرقام سح؟ في الأرقام آه في الأرقام اللي هي اللي طالع على الشاشة تمام اسمه بقى باي باي ديرت باي ديرت آه وداعا حلو قوي الاسم على فكرة يعني الأطفال هتحفظه بسرعة آه طب ده حلو جدا أنا أسأل عنه وشكله خلاص أنا عرفت شكله أساسا تمام طيب ليه جل؟ ليه مش كحول؟ آآ الكحول الواحده بيبقى لي صيد ايفيكتس كتيرة منها إنه ريحته بتبقى يعني ناس ما تتقبلهاش ريحته بتقيلة دي أول حاجة تاني حاجة إنه هو بيتطاير بسرعة ما بيعودش على الإيد فترة أطول شوية ما بلحقش أدعك إيدي ما بالزبط دي حاجة تاني حاجة إنه أكل بيعمل إيريتيشن للجد بيعمل جفاف للإيد بيعمل بخلي الإيد نشفة بعد كتل الاستخدام احنا تنعمل كارثة أنا لو سلمت على حد وعطس بروح رشف وشي آه بازد وشي تحرق ده مفيش الكلام ده طبعاً لا ده مفيهوش دوت إحنا حابتين فيه جليسرين تمام فيه زيود طبعية أوكي الحاجات ديت بتلغي سايد افكت بتاعت الألكول بتخلي الإيد ردبة بتحافظ على نظرة وحيوية البشرة بتمنع الجفاف أوكي بلوس إنه فيها رواية الريحة دي تخلي حتى اللي بيستخدمه بعد ما يستخدمه ما يتحسش بالريحة الأكولية أنا من الناس اللي عندي حساسية وأي حاجة فيها كحول بتعب وبضطر شيل الكمامة يعني بضطر أروح شيلها كده والموضوع خلص فده هتلاقي الريحة تفاح اه تفاح تفاح أفضر جريحة حلوة لا استنى بقى ده احنا نجرب بقى لا ليت حالة تجربين احنا نجرب هو في روايح تاني ولا في التصنيع الجديد حيبقى فيتها تروايح جديدة بس هو في فكرة الكحول يعني أنا حاسة إن فيك كحول محدود هو كحول بتركيزه عالي تركيزه عالي جد بس أنا جربت قبل كده هنجل والمفوض إنهم أبرد فيهم كحول وكل حاجة بس كنت بحطه ألاقيه يعني جل واحدة دعك ثلاث ساعات في ايدي ما بيروحش لا ده بالفكرة بقى إنه هديك شوفها قد نشف قد إيه بسرعة لا وبيتطاير كإن يحطك كحول بس ريحته تفاح بيسيب ريحة حلوة وكمان الميزة فيه في التركيبة ديت إنها ما بيتسيبش الطبقة بجاعة الهند اللي بتاعة الجل التلزيق بالضبط كده طيب معلش برضه الكحول لازم يبقى ليه ريحة عشان أعرف إنه كحول ده ريحته حلوة أنا شعرفني إنه إنت حاطت فيك حلو بغض النظر إنه أنا حسيه يعني أنا حاسة إنه إدي ايه طبعاً هيتحس دي أول حاجة تاني حاجة إنه هو مترخص في وزارة الصحة فالتركيبة بتاعته مترقبة من وزارة الصحة تالت حاجة فيه طاست بسيط بيتعمل ممكن اللي بيستخدمه لو هو شاكك فيه بيفتح نقطة على لوح إزازمس أو أي حاجة ويجرب الولاع بتاعته إنه هو يولع هيولع معاه معنى كده إنه كحول موجود فعلاً؟ تمام كنا برضو سمعنا إنه مش كل اللي بيولع بيبقى كحول اللي إحنا المفروض نستخدمه في الفضلات صحيح هو الفرق ما بين الإيسانول والميسانول إنه الإيسانول لما بيجي يولع بيدي زي لون أصفر محمر شوية ده ده صح والغلط؟ ده استخدمه ولا لا؟ ده هو الصح ده الصح ده الإيسانول وهو ده المفروض يستخدمه تمام لكن لو لون تاني ده في كحول بس مش بتاعنا؟ ده كحول بس مش الإيسانول ده مدره مش صح؟ ده مش صحيح إنه هو حد يستخدمه طيب أنا ملاحظة إنه في حاجات فيها جراب وفي حاجات ما فيهاش جراب بالضبط كده الفكرة إنه اللي بيشتري الجراب أول مرة بدل ما يرميه لا هو ممكن يستفيد بيه إنه هو يشتري بعد كده الإزازة يركبها مكان الإزازة اللي فيها جيت اللي في الجراب هو أصلاً الجراب أغلى شوية؟ هو أغلى شوية لأنه هو مستورد يعني بص بقى ابني يقطعه يشده يعمل اللي نفسه فيه مش هيحصل له حاجة؟ مش حصل له حاجة لا هو ده ممكن يستخدم كذا مرة يعني الإزازة بعد ما تفضى يقدر إنه هو يشتري أي إزازة تانية ويركبها مكانها ويستخدمها عادي طيب ده رائع جداً ده نوع من التوفير برضي طبعاً طبعاً طيب إحنا لما ابتديت الشركة إنت مكنتش لوحدك صحيح طيب الشركة من 2018 من 2018 ده أول منتج لنا فعلي صحيح في السوق إن شاء الله ومش آخر منتج لا إن شاء الله هيبقى فيها بإذن الله طيب إيه الخطة اللي جاية إن شاء الله فيه منتجات نوية بتعملها بتصنعها؟ لسه تحت التصنيع في ويبس هيبقى مميز شوية مش يعني دائما بدور على حاجات كون جديدة مش موجودة في السوق ففيه ويبس إن شاء الله هينزل هيجيب الناس وفيه زي ديودرنت عبارة عن كريم بس ده برضو هيبقى لسه قدام شوية يعني تمام حلو قوي ده كله تحت التصنيع؟ اه ده لحت تحت التصنيع إحنا أول حاجة صنعناه اللي هو الهانجل تمام إنت كل المنتجات إن شاء الله هتكون مرخصة من وزارة الصحة كله هيكون موجود في السيدليات طيب كان فيه ناس إنت مصمم من أول الحلقة إن إنت تجيب سريتهم صحيح ولأن هما ليهم أكيد فضل عليك صحيح وإنت عايز تشكرهم بشكل شخصي صحيح ودكتور مينا سمير أخي الصائق علاج طبيعي صاحب مركز سبورتينج للعلاج الطبيعي مركز طيب العلاج الطبيعي في اسكندرية في اسكندرية؟ انت كلكم اسكندرية احنا كلنا مسكندرية بلديات يعني هم الاسكندرية مفتكرين على فكرة فعلا فعلا احنا بدين المشروعات ده مع بعض فأنا بحب أجلهم الشكر إنه لولاكم ابتدتوا الشركة مع بعض؟ بالضبط بس المنتج ده بتاعك إنت بس هي فكرة السيركون كانت فكريتين هي فكرة حلوة قوي انت إن شاء الله ده اللاين بتاعك بعد كده انت لما تعمل حاجات للأطفال هتفكر إزاي تنسقها وتجيبها لهم وتحطها لهم كده على طبق من دهب عشان يعرفوا يستخدموها طيب أنا زي ما قلنا موجود في الصيدليات أنا ممكن أطلب أكتر من كمية يعني أكتر من واحدة مفيش أي مشكلة عن طريق الأرقام مفيش مشكلة عن طريق الأرقام هنتوصل معهم وإن شاء الله حاجة تبقى متوفرة تمام أوكي إحنا دلوقتي ده موجود إن شاء الله من اللحظة اللي إحنا بنتكلم فيها أي حد محتاجه وتاني نرجع نقول الريحة فضيعة فضيعة طيب لو أنا هطلب إن شاء الله كمية هيبقى لينا أسعار خاصة أو يعني بصراحة أنا عايز أقولها لك بس بطريقة مش مباشرة أنت أكيد هتدينا عرض صح؟ هتقول لنا أي مفاجأة أي حاجة إن شاء الله تدينا فلوس ينتو هايزينه يعني ميغلاش عليك عادي طيب أي حد هيقول اسم حكاية نجاح أو كريستينا جمال إنت تفهم معي خلاص مفيش مشكلة يديله بقى عرض يديله استاني شوف إنت نفسك تعمل إيه معايا ويعمل له المهم إن أنا أي حد بيدخل هنا البرنامج لازم يعني نستغله بصراحة تمام طيب إنت الهانجل إن شاء الله بإذن الله يكسر الدنيا نفسي أقولك أنت المرة الجاية لما هتكون معينا بإذن الله بتحلم يكون دكتور محب وصل لإيه الشركة بتاعتك تكون محقق أي يعني أتمنى الناس اللي تستخدم البروتكت بتاعي يكون عندهم ياخدوا ثقة في المنتج بتاعي ويكون عند حسن الظن بتاعهم إيه والمرة الجاية هيكون معينا كام منتج إن شاء الله يعني إن شاء الله يعني نخلص الروايح بتاعت المنتج دو إنت ناوي تعمل إيه أكتر من روايحة إيه روايح تانية في ريحة لفندر معروفة في ريحة كاندي دي هتبقى إيه كاندي ده اللي هي زي ريحة الحلويات شوية دي هتبقى لونها بنك شجر؟ بالضبط كده آآ آآ على فكرة أنا من الناس اللي بحب الروايح الشوجر يعني أنا من بروح شتري برافين فحبه شوجر أكتر إن ده برضو مديني نفس إفكت الصابون فلا أنا عايزة يبقى ريحة لطيفة ولذيذة بزبط بزبط يا دي روايح الجاية هتبقى أحسن من كده إيه تاني؟ بالنسبة للبرودكت إن شاء الله أل هعمل فكرة الوايبس الجديدة يا رب إن شاء الله إنت إن شاء الله هتحاول أن إنت تصارع الوقت بإذن الله مرة الجاية مش هقول السنة الجاية كمان شهر أو شهرين دكتور محبة هيكون معايا ومعايا شركة منتجات تجميل أتمنى تعمل لين ميكب بصراحة يعني لأن الحاجة شكلها لطيف وشكلها حلو وتقفلها محترم وتعمل لنا حاجات شبهات كده كستات إحنا بنحب الحاجات دي قوي 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 فهتعمل لنا حاجات زي كده وإن شاء الله يبقى أشهر لين تجميلي في مصر هي الشركة تجميلية أكتر أه هي تجميلية لكن برضو بنحط فيها حاجات علاجية علاجية يعني تحت بند وزارة الصحة اللي إحنا متصابتين بترخيص وزارة الصحة إنت بنتمسك قوي بالحكاية دي ما القانون ما أقدرش إلا أنا أعمل حاجة مش موجودة تابع بند في وزارة الصحة ولترخيص دي صعبة دي بالضبط أنا أحبه مش مزبوطة يعني الحاجة إنت جيل يعني لو مش مستهل ترخيص يعني لا 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 مترخص وكل آيتم فيه في الترخيص هو فعلا مزبط على العبوة أنا بحييك بجد كفاية إن أنا هدي إبني حاجة أنا وثقة إن هي حاجة محترمة بص حاجة مسكك لو لقيت فيه مشكلة يعني فيه منتجات بتبقى أنا معرفش هي مصدرها إيه ولا أي حاجة وهنجيل كتير قوي نزل للفترة اللي فاتت بمناسبة المدارس على فكرة ولا نعرف هو جاي منين ولا أي حاجة ولا ليه ترخيص ولا أي حاجة هنا ترخيص أو ترخيص من وراء اللي هو الرقم الترخيص بتاعه أو أهو لو يعني الكاميرا تعرف تجيبه صغير جدا أهو أهو نزلت إيدي تماما فأنا هدي الإبني أنا واسقة إن هو ما فيهوش أزمة لو حطه في إيده كالساندويتش مش هيحصله أي مشكلة خالص بس لو يستنى لغاية لما الإيد تنشف تماما وبعد كده يأ يا ربي عسل إيه ده؟ الله عسل جدا ده رس فيه الأشكال التانية لما تنزل برد طيب الله يخليك الله يخليك فيه سبايدرمان ممكن تحطه يعني بس عشان يعني إبني بس بيحب سبايدرمان ربنا سهل إنت مركز إنتمى الأشكال للولاد والبنات ولا لأ إنتمى التالموضوع فيه هيبقى فيه شكل مميز للبنات حينزل إن شاء الله مرة جاي تمام أوه ده اللي إحنا جبناهم أهم اللي نعم معنا وده الريحة الوحيدة المتوفرة وإن شاء الله لفترة الجاية هيكون فيه روايح تانية وإن شاء الله الفترة الجاية فيه مزيل عرق أو إحنا قلنا هو مش مزيل هو يعني هتبقى حاجة مميزة شوية في السوق مش هنقول ايه هو ايلي بس انا هو سر برضو الوايبس مختلف في فكرة مختلفة وهو مش عايز يعلن عنها غير لما ينزلوا السوق بشكل رسمي ويكون معاية تصريح بتاعتها وكل حاجة عشان احنا ماشيين رسمي بحييك على الفكرة بأمانة بجد وان شاء الله هتلاقي نجاح كبير في السوق ان شاء الله والمرة الجاية زي ما قلتلك تكون معاية وانت محقق نجاح في المنتج ده ويكون ده بداية صغيرة لانطلاقة كبيرة بإذن الله نورتني جدا يا دكتور ربنا يخليك قبل مختم جالنا رسالة على الصفحة بتاعة البرنامج من أسرة هي طلبة مساعدة البرنامج مش عايز اقول بتستغيث بينا بس فيه طفل صغير عنده 13 سنة عنده مشكلة جامدة جدا في العمود الفقري بتاعه محتاج عملية بسرعة جدا 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 فريق البرنامج تواصل معاها وقلنا الموضوع هيتم بالجهود الزاتية وهنبدأ نلمله والعملية تتعمل بس الحقيقة ان تمن العملية تلع أكبر بكتير من ان احنا نقدر نتكفل بيه لوحدنا العملية مستعجلة جدا 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 التفل حالته بتسوق جدا والعملية غالية قوي والحقيقة ان انا كتبت بسط صغير على صفحتي انا الشخصية والحمد لله اتبقلنا او يعني اجلنا تبرعات بس التبرع اللي جدا ما يتكملش نص في المية من تمن المبلغ المبلغ كبير اي حد عايز يساعد الاسرة دي مش مديا احنا ما بنلمش تبرعات هيتواصل معنا على صفحة البرنامج او على الارقام بتاعتنا احنا هنوصلوا بالحالة سواء مديا او لو دكتور مشكورا يتواصل معنا احنا نبقى شاكرين جدا 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 دايما معنا ودايما في ظهرنا دايما بنقدم لكم حكايات نجاح جديدة ودايما بنقدم لكم حاجات مختلفة يارب بنقدر نفيدكم يارب الحلقة النهاردة تكون مختلفة يارب الهند جلدة يبقى في شنطة كل ولد بإذن الله من يوم السبت المدارس وانا اول واحدة احطه في شنطة ابني وانا متأكدة ان هو هيحبه جدا وخدت وعد من الدكتور ان هو هيعمل لي واحد بسبايدر مان ان شاء الله من يوم السبت هيكون موجود في كل الشنط بإذن الله يارب نورتنا اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله كانت معاكم كريستينا جمال في حكاية نجاح